السلام عليكم ورحمة الله بركاته. مهلا وسهلا بكم. معكم دكتور حسام لاجيزي. تعالوا نكمل مع بعض شرح العملية لمنهج الماديكة الفرماكولوجي لأسنان. آآ كلية بالاسرائيني. النهاردة معنا هنتكلم على موضوع اسمه الموضوع ده مهم جدا ليه? آآ فيه آآ احنا مجمعين هتلاقي حاجات كده كأنهم منهمش عراقة ببعض. هفاهمك عراقتهم ببعض. آآ بيجي فيه اسئلة كتير جدا لان فيه كام طابق صغيرين مهمين جدا وفعلا آآ اساسيين في شغلكم كهده كتر الاسنان. طيب نبدأ نقوله على بركة الله بسم الله الرحمن الرحيم. اولا هنتكلم على ايه? في عندنا موضوع آآ عشر موضوع. عندنا موضوع 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 مهم موضوع 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 مش مهمة برضو قوي. يعني هنتلاقينا في الموضوع الصغيرة دي كلمتين ورد قطعهم. يعني مش هنطول كتير. الستة. سابع. نفس الكلام مع له مش تفاصيل كتير او او اسئلة كتير. آآ الثامن بقى. لأ. بنجي في سؤال وهقولك ايه هو وايه الكلام المهم اللي فيه. يعني بالنسبة لك حتى كدكتور. آآ المعصوش نفس الكلام. واخر حاجة موضوع 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 يعني هنتكلم كده بترتيب الاهمية. عندنا مهمة جدا. مهمة جدا. مهمة جدا. مهمة جدا. مهمة جدا. آآ المعصوش وال مهمين. الباقيين آآ لو انت من قوال الضفع وبترتب كده والكلام مهم بالنسبة لك. لأ هنركز عليه. طيب. تعالوا كده نبدأ مع اول موضوع. طبعا الاتنين بيتستخدموا في الديسنفكشن. في التنظيف. مش في يعني نظريا. طيب. هوا فيه فرقة بين كلمة لو جيت بص عليهم كترجمة هيقول لك الاتنين منظفات. بس فيه فرقة هقول لك بقى بالنسبة لنا. لو حاجة المنظف او المطهر ينفع هحطه على يعني من الاخر ينفع تستخدمه على ايدك اسميه لو ما ينفعش اتكانوا بيوزد او نسميه يبقى اي ينفع استخدمه على اللي نسميها انتي سيبتك. انما طالبا ما تنفعش نسميها ديسنفكتن. ففيه ساعات سأل كده ممكن روح اجيبهم لك في ترو فوز. او انتي سيبتكس او ديسنفكتنز. صح ولا غلط? صح ليه? لان طالبا ما ينفع على ليفنج يبقى ينفع حطه على لن ليفنج. انما لو جيت قلت لك بالعكس بقى او ديسنفكتنز او انتي سيبتكس. صح ولا غلط? لا دي غلط. ليه? لان اللي ينفع يتحطى على ليفنج تيشو مش بالضرورة ينفع يتحطى على ليفنج تيشو. فسعدي من لعبك فيها. فخلي بالك الانتي سيبتك. كل الانتي سيبتكس يشمله ديسنفكتنز. لكن مش كل ديسنفكتنز ينفع يبقو أنتي سيبتكس. طيب. ايه انواع الانتي سيبتك و ديسنفكتنز اللي عندنا? قالك فيه والله عندنا PHYS AND HID YEMICAL AGENTS. ال PHYSICAL زي مين؟ قالك في عندنا الهيت. زي الطريقة اللي بتستخدم في جهاز اللي انتم بتعقموا بالأدوات. يبقى ايه رأيك دي هتبقى ايه? دول ايه رأييكم برضو هيبوا ايه? لاننا ما ينفعش عقم ايه ان انا عرضها. ما ينفعش عقم ايه ان انا ادخلها جوه طب صحيح انا بنتستخدمها في تعاكم ايه? الانترا في ناس مسلا. اه قالك زي دول ينفع يشتغلوا ايه? وبالتالي ينفع يشتغلوا كمان يبقى دي اول حاجة ما قلنا عليها تنفع تبقى عن طريق تبقى ليها جزئين واحد بيحب او الفات واحد بيحب الووتر فبالتالي لما انت بتخسل ايدك بالصابون الجزء لو انت ايدك عليها يعني حاجات فيها الجزء الهايدروفوبك اللي بيخاف من المية وبالتالي بيحب الزيت هيروح ماسك فيه لكن على ناحية تانية يفضل الجزء اللي بيحب المية اللي برا فلما تروح جاسب بعدها بمية ايدك بالمية المية تروح واخد الصابون او الاول اللي على ايدك. رابع حاجة معنا الحاجات اللي ليها عاري قالك زي ايه? عشان كده لو لحد فيكم لاحظ بتلاقي ان المربع عمره ما تعفن العسل عمره ما يعفن مستحيل المخللات مستحيل تلاقي المخلل من جوه يعفن لكن ممكن تلاقي على السيرفس من فوق يعني المربع ممكن تلاقي السيرفس بتاعها كده من فوق يحصل عليه عفن لكن مستحيل تلاقي العفن يدخل لجوه على عكس اي اكل تاني. ايش معنى? عشان مليانين سكر او مليانين ملح في زي بولنا المربع او المخلل. طب ايه الفكرة? ايه حكاية ان الاوزموتيك بريشهر? لو الاوزموتيك بريشهر عالي في الميديم. لو جات البكتيريا او الفنجاي يدخل جوه. يعني انا جيت على المربع نظريا اللي روح تجايب حقنا مليانة بكتيريا وروح تحيينها جو المربع. ايه اللي هيحصل البكتيريا اللي جوه دي? هتلاقي الميديم اللي حواليها مليان سكر. فالاوزموتيك بريشهر برة هيبقى عالي جدا. فايه اللي هيحصل الميا اللي جوه البكتيريا هتتشفت من جواها لبرة? فيحصل البكتيريا تكيش. وطبعا الميا اساسية في الحياة للخلايا. فبالتالي في حالة البكتيريا لما رح شايل من عندها الميا ايه اللي هيحصلها تموت? انتفقنا? طيب. ده برضو ينفع يستخدم كايه? كأنتي سيفتك ادريس انفكتنت. طيب. هقولك بس نقطة كده عملية ليك لحياتك. تستفيد ايه من الكلام دوت? ايه حكاية الاوزموتيك بريشهر ايجنس او الهاي اوزموتيك بريشهر ايجنس دي. لو انت في مكان مثلا مفوش امكانيات او اتزنقت ومحتاج ان انت تتعاكم الادوات بتاعتك ومعندكش مثلا جزء دوكلايف وعطلان ايا كان. في طريقة بسيطة ان انت اتعاكمه وبلاش تقريبا بالملح ازاي? هتروح جايب لتر مية او نص لتر مية وهجيب كس ملح. بتقعد تدوب الملح في المية لغاية لما تلاقي ان انت بتحط الملح واتدوبه ومش رادي يدوب. ده كده السليوشن انت عملته ده بنسميه سوبر ساتيوريتد. انت عملية المحلول ملح. يعني بقى هايلي كونسنتريتد. لو جبت الادوات بتاعتك غسلتها كويس بالمية. واحتحطتها في المحلول ده. وتتاهل مدة ثلاثة او اربع دقيق ده كأنك عقمتها في اوتوكلايف. تمتخيلين? وكل ما بتطول مدة كل ما يبقى احسن. فطبعا دي معلومة على جنب كده خليها في دماغك تنفعك في وقت ازمة. من خليك طبعا في حالة التطبيق العامل افضل. ممكن ينفعك اه تمام? او انتيبتك. ده بالنسبة للفيزيكل. الهيت الارادياشن والاوزماتيك باليشن. الكيميكا اللي قالك فيها عندنا حاجات انورجانيك زي الهايدروجين بروكسايد مسلا. فيه زي البورك اسد السيلفور نايتريت. في حاجات اورجانيك زي احشرهم واهمهم الالكولد الفورمالدهايد الفينول الكلورهيكسيدين البوفيدون ايودين افتكر منهم اي اتنين وخلاص. احنا كده كده هنتكلم دلوقتي على اتنين من النقطة او تلاتة بالتفاصيل. هنقول عليكم كم تفاصيلة. زي البوتاسم بربينجينين. طيب. يبقى انا لو جيت قلتلك قل لي اليوزر تحت لقى كنت دايما احفظها لكم بجملة بسيطة. اللي هي ايه? هستخدمهم في التعقيم. اولا لن باجي اعمل اي عملية العيان. بعقم ايه? بعقم ايدي. بعقم الادوات. بعقم جرح العيان. يبقى هعقم ايدي. يبقى انتسبتك ووش للهان. اتنين. هعقم الادوات بتاعتي. قالك زي مثلا. اه هعقم جرح العيان. يبقى زي الهايدروجين بروكسايد. قالك كمان ممكن نستخدمهم كمكونات. وزي ما هنشوف دلوقتي. ده فانا زي ما قلت لها كده في اول السكشن الموضوع دوت حاجات هتحس ان هي بعيدة عن بعض بس فعليا هي عشان بتدخل كمكونات في حاجات كتير بنستخدمها في بس انت مش بتبقى عارف ايه المكونات دي. فانا بقول لك هو بقى المكونات دي ايه كل ايه فايدة كل واحد فيه. يبقى اول حاجة هده احنا عرفناهم موضوع استخدمناه زي ما قلنا في ايه? اعقم ايدي يبقى عقم الادواتي عقم الجرح وممكن نستخدمه في والتوز بيست. طيب ايه اللي عندنا? تعالا كده نشوف. اللي فيكم يعرف اسمه في السوق ده اللي هو مية الاكسجين. ايه اشهر يستخدم ليه عند البنات في تلوين الشعر قبل السبغات? طيب لو جانا نتكلم عن وصفاته. من اسمه مية اكسجين. فبتلاقيه مية. بنستخدمه كما وصوش كغسول فم. يعني انت ممكن تجيب مية اكسجين دي من الصادرية في حالات مثلا تستخدمه كغسول فم قبل النوم. لما بتتمضمط بيه بتلاحظ انه بيعمل وهنفهم ليه. طيب لو حد فيكم اشترى قبل كده او البنات بالذات لو اشترت الهايدروجين بروكسايد بتلاحظة ده من الازاز بتاعته لازم تبقى يعني ما ينفعش تلاقيها شفافة لازم تلاقيها غمقى سنة. مش لازم غمقى بني او سودة لأ بتلاقي ان هي تنتد يعني مش شفافة. اش معنى? قال لك وهتلاقي من ضمن برضو التعليمات انه لازم يتحط بعيد عن السن نايت. هقول لك ليه. الهايدروجين بروكسايد موجود في النيتشر اوكسوجين كده لوحده. ده من كتر ما هو اكتف بيروح رابط مع اوكسوجينا زيه يعملين او او تو. هم موجود في سورة موليكيول. طيب. فانا بقول لك ان ال او او تو ده ده مية وانا رابط فيها مين? اوكسوجينا زيادة اللي هي الفري اوكسوجينا دي من نفسها في بعض الاحيان لو نشطتها زي ان انت تروح تمقمض بيها او عرضتها الحرارة لزي السن لايت او الايفن اللايت العادي او الحرارة بتبدأ يحصل لها دي السوشيشن يعني تروح فاصلة من ال او فيبقى لك الووتر ويطلع لك مين الفري اوكسوجينا دي هي دي اللي هتروح مهجمي لك البكتيريا او الفيروس او الفانجاي ويروح مكسر لك السلميبرين بتاعه. فهو ده الميكانيزم في اكشن انه بي بيطلع ايه? ها? في اوكسوجينا ديكل وده بيدمر لنا السلميبرين. تفقنا? يبقى ممكن استخدامه كاي? عشان كلا قلنا خلي بالك سعب يجب ليه سؤال ليه بحطه في دارك بوتلز? او وف كول بلايس او او واي فروم هوت بلايس تجربة عملية ممكن تعملها في البيت هي ازازة اوكسوجينا وخد منهم شوية وحطوهم في اه في غطى كده او في كوباية وسيبها للهوا. جربت اتمضمط بيهم قبل ما تسيبهم وسبهم بعد كده لمدة مسلا ساعة وارجع تمضمط. هتلاقي ان انت لو سيبتوهم ساعة تجي تتمضمط كأنك بتمضمط بمية. مفيش بقى الفروس والرغاوي اللي هتبدأ تحصل في الماوس. اولا ما يكون لسا مطلعهم من الازات. طيب. يبقى ممكن يستخدمه كاي? قال لك والله يمكن يستخدمه كانتيسبتف طبعا. يعني في حالات الاكيو جينجافايتس. الاكيو جينجافايتس. الاكيو جينجافايتس. اي حاجة. زي ما قلنا ليه? لانه بيضمر السلم بتاع الباكتيري. ممكن كمان يستخدمه كبليتشنج ايجنت. عشان يشيل السوبرفيشال ستينز تاعة تتيز. وانتو عارفين كمان كبليتشنج على الهير. بس احنا طبعا هنمريكلم في الدينتال براكتس. قال لك تالت حاجة ممكن يستخدمه كالهيموستاتيك. يعني ايه? عيان بعد انت ما خلعت له السنة بتاعته وروع وخلاص خدت الغرص بتاعتك وقفلت له وبتاعه والعين روح البيت. ليته بيكلمك بليل بيقولك الحانة دوكتور الجرح بينزف. ممكن لغاية لما يجي لك او عشان اساسا يتصرف. بنعمل له كومبريشن. قبل كومبريشن ممكن نساعد ان هو انه حامل ايه? تقول له تمضمض بماء اكسجين. ايه الفكرة? انه بيموت الخلايا السطحية فبيعمل البروتينز. فده بيساعد في القلوتينج بيساعد ان يتكون جلطها في مكان النزيف. فعشان كده من ضمن استخدامات الهايدروجين بروكسايد انه يكون لوكال هيموستاتيك. اتفقنا لبقى الاستخدامات انتيسيبتك بليتشنج ايجان ولوكال هيموستاتيك. هللي بقى لك الهايدروجين بروكسايد اجيب سيرتو كتير? ركز معي فيه. طيب ايه الصيد ايفكت بتاعه? زي ما قلتلك ده بياكل في الخلايا ده بيكسر السيل ميمبريل. طب هو هيميز ما بين البكتيريا والخلايا بتاعتك? قالك لأ. فالبكتيريا هي اساسا خلية. فلو فيه انا انا عندي خلايا كتير. فالميوكوزة بتاعت لما هتموت الخلايا السطحية ولا الهواء. انما لو قعدت انت بقى كل يوم تعمل مضمضة او غسل البقك بالميتوكسجين دي لأكتر من مثلا شهر. ايه اللي هيحصل? بيحصل عندك ري اكشن. يعني ايه? تلاقي الخلايا بتاعت الاورال كافيتي بدأت ترد عليه ان هي تزودها ليه? ما هي كل يوم يتاكل منها شوية. كل يوم يتاكل منها شوية. زي بالزبط اللي بيلعب جيم. لو حد فيكم لاحظ بتلاقي عند الماكلس كده في بطن ايده في الكاف. بدأ الجلد يبقى خشن. ده ايه اللي حصل? اللي حصل. نفس الكلام بيحصل فيه الاورال كافيتي. فتلاقي الطانج يبدأ يبقى تخين شوية بنسميها هايبرتروفي للطانج بابيلي. فدي مسهورة وصيد افكت مهم جدا. ده امتى لو استخدمت الفترات طويلة? هيعمل لنا what we call هايبرتروفي افطانج بابيلي. ده بالنسبة لحيدروجين بروكسايد. البوتاسيان برمينجانيت. الاسم التاني بتاعها كونديس كريستلز. دي من شكلها كده بتلاقيها يعني عاملة كده زي الفتافيت لونها ازرق او بنفسيجي غامق كده. نفس الفكرة بتشتغل ازاي? ان هي بتبقى بيتل بريد في اوكسيشي بها ويتمضمط بيها. اه كانت كويسة جدا بس فيها مشكلة. ايه رأيك من لونها? بتعمل ايه تفتكر? فعشان كده بطلناها. تمام? ايه بممكن نستخدمها ايه? او كنا بنستخدمك ايه كما وصوش ليه? بصراحة ايه? ممكن نستخدمها حاليا في ايه? ممكن يعني تعقم بها ادوات جراحية او تغسل بها ده فيديو بينكم يعني. تغسل بيها الفوكب والخضروات. يعني ايه? الخضروات الورقية بالزايد بيتخاف منها ان ممكن يكون فيها ديدان او البيت بتاع الديدان جوه ما بين الورق زي الخاص او الكابوتشا او الكلام ده. من احسن حاجات ان انت ممكن تعقمها بيها يا اما المية بالخل يا اما البوتاسيام برمينجانيت. انت تجيب مسلا على لتر المية وتحط معلقتين كبار من البوتاسيام برمينجانيت بودر وبتدوبهم وتروح جايب الخاص بتاعك او الفاكهة ايا ان كانت تنقعها فيها المدة دقيقة او دقيقتين وتروح بتطلعها شاطفها بمية وتدقى تكلها. ده بالنسبة البوتاسيام برمينجانيت عرفنا عنه الميكانيزم والمين ديس ادفانتش اللي هو في بقى حاجات تانية كده كلمتين على الكل واحد اللي هو الفورمالين يعني الاسم الدارج ما بيننا. قال لك ده يعني بيموت لك كل الباكتيريا والفايروس والفانجاي. طبعا ايه رأيكم بنستخدمه ولا بطلنا طبعا ده. ريحت وحشة جدا وبيعمل في عينين كتير. في عندنا ده 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 يعني حاجة انضف من ده ده اللي بيبقى موجود في فبرضه بنستخدمه حلوة جدا. مستو ركز لي على دي. ودي حلوة جدا انه بيحميك من البكتيريا زي فدي مهمة جدا معلومة حلوة اوة ممكن نجابها في الامسي كيو. البوفيدون ايودين اللي هو البيتا داين كنا بنستخدمه او الى الان نزل منه معه صوش. برضه من ده من عيوبه هنقولها بعد كده في الاخر. اه في الانتي بليك انه بيعمل لنا لونه احمر غامل. الالكهول طبعا غني عن التعريب بنستخدمه كسكن ديس انفكتانت لكن مش على الميكوزة سيرفوس عشان بيحرق شوية. اه كمقارنة مع جلوترالدهايد مش وبيشتغل عن طريق دي دي هنا امثالة ليه? هنا ده بيبقى فيك حل زي اللي هي المطاهرات بتاعة الايد. ده مطاهرات اه مطاهر جراحي بيبقى فيه جلوترالدهايد. وده هنا البيتادين او البيتا دا بالنسبة لموضوع موضوع موضوع مهم جدا. ندخل بعد كده على الموضوع تاني مهم جدا وطويل اه وهو دينتال كيرز. لو جينا نعرف الدينتال كيرز. تعال كده اقول لك على طريقة تعرف تقدر تعرف بها اي مرض يقابلك. مش بس عشان هنا عشان بعد كده البطنة وجراحة والكلام ده كله والامراض اللي عندكم بسولوج. اي مرض لو عايزت تستعرفه يا شباب جواب لي على ثلاث اسئلة. لو جاوبتهم انت قلت لي التعريف. يعني ايه? الكاتيجوري بتاعه. ايه زي هنا. يبدأ لك انت اول حاجة تقولها ليه هنا انه ده ديجينراتيجوري حصل فيه ايه? بيأثر على مين? التيس. حصل ديكاي للهارد وصوفت تيشوري زي بزا تيس. سببه ايه? قالك الفود ريمنز بقيت عليها بكتيريا. فتطلع لكتك اسيد او نوزجز برودوكس حاجات اه بتعمل الفيميشن. فاببقى وظل الانعمل بتاع تيس. اذا قلت ليه تعريف الدينتال كيرز. طبق القونسفت ده على اي حاجة هتعرف تتعرف اي مرض يقابلك. عفوا. يبقى. تمام? يبقى لو جيت تركز كده معي. الدينتال كيرز هو سلاسي. هتيجي عليها بكتيريا. فيروح ميطلع على لاكتك اسيد يبوز الانعمل. تفنى يبقى فود ريمنز وبكتيريا والانعمل يتضمر باللاكتك اسيد. عشان لما هجو اقول لك دلوقت يا هو. انا عايز اعالج الدينتال كيرز. قالك تفتكر عليها بايه? قالك اهم حاجة طبعا احنا مش كبينة هناك لاننا هنا بتكلم على الادوية. اهم حاجة ان انت تشيل فود ريمنز. انك تدخسل سنانك وتستخدم الفتلة عشان تشيل بوايا الاكل من على الاسنان. قالك اتنين. قال للبكتيريا. طب ايه تفتكر زي قال للبكتيريا? يا اما انت بيوتكس. بتبقى موجودة في معجين الاسنان. او استخدم حاجة اهدى شوية. زي سيلفر نايتريت او كلوروفين. تمام? ورقم تلاتة اوي الاينامل. يعني ايه اوي الاينامل? هنفهم دلوقتي. ان انت تدي حاجة تخلي الاينامل ريزيستانت اللاكتك اسد. يتحمل هجمات اللاكتك اسد. اللي تلع من البكتيريا. يبقى ايه علاج الدينتر كيرز عندنا? اهم كلمة. طيب. الادوية بقى. حاجات تقالي البكتيريا. يبقى عندي انتبيوتكس وانتسيبتيكس زي السيلفر نايتريت وكلوروفين. حاجات تأول الاينامل الفلورايد. تعال كده نشوف الفلورايد بطل الحلقة بتاعة الدينتر كيرز. ازاي الفلورايد بيحمي او بيحمي من الدينتر كيرز وبيساعد في علاجها. قالك بيشتغل بطرقتين. رقم واحد اللي هين هين عندنا رقم اتنين بيزود التوس ريزيستانس. ازاي? خلي بالك. انه بيكونفيرد او بيشينج الهايدروكس ابوتاتف زي انامل انتو فلورو ابيتايت. يعني يدخلك على العضم والسنان يربليز الكالسيوم يعيدخل مكان الكالسيوم. تمام? في الهايدروكس ابوتات كريستالس فيحولها انتو فلورا بطايت. طب ايه الهدف? قالك الفلورا بطايت ده لقينا تين تايمز زيان الهايدروكس ابوتاتف اللاكتك اسد. يعني يتحمل عشر مرات عن الهايدروكس ابوتاتف الباد افكت بتاع الهايدروكس. يبقى رقم واحد اللي ينامل عن طريق تشينجين الهايدروكسي انتو فلورا بطايت تركز بحول الهايدروكسي لفلورا بطايت مش العكس. قالك تانية حاجة انه بيانهبت الاسد برودوكشن. بيانهبت لكتك اسد برودوكشن اندو عن طريق من انهبت البكتيري الانزايم. بيبقى حمال الاسنان بالطرقتين. اول انامل. وقل للاكتك اسد. اتفقنا. فالميكانزم ده مهم وبنتسائل في كتير. ايه الميكانزم اف اكشن اف فلورايت. يبقى ممكن يستخدم الفلورايت في ايه? قالك في البروفيلاكسيز وفي تريكمينت في البروفيلاكسيز ازاي? ان انا بيتحطه على المية. بيتحطه وان بارت لكل مليون بارت. ده بيتحط في محطات المية. احنا مش بنشوفه. ده بيتحط في محطات المية اللي بتعمل تنقية المية اللي جاي من النيل. بيتحط بكميات محسوبة على كل كمية من المية بتدخل في الموسير. طب الناس اللي بتبقى عايشة في المجمعات البعيدة عن مصادر المية اللي هي الموسير يعني او مصدر مية مستمر اللي هم مثلا بيعتمدوا التنكات او ميت القبار دول بيعتمدوا على التابلت ان بيبقى معاهم قراس اه فلورايد بتتحطى على كمية معينة من المية فبقى بيبقى ضامي كده ان هو وصلت له الجرعة الوقائية من الفلورايد وممكن سعب بيتحطى على الملح ملح للطعام يعني ده دليل ايه للبروفيلاكسس طب لتريتمنت كانوا زمان يعني بعضكم بيبقى متوفر بس بطلوه اوي ان هم ينزلوه هقولك ليه كانوا زمان بيدوا سوديوم فلورايد سوليوشن تركيزه 2% ده بيدهن على الاسنان بالفرشة مرة كل 6 شهور ياه بس هقولك ايوة ان الفلورايد يتحطي بكمية كبيرة على الاسنان مرة كل 6 شهور ده بيبقى كافي جدا ان يروح داخل يريبليس الكالسيوم في الانام العالطول تفانا يبقى ايما باستخدامه في البروفيلاكسس يبقى في تريتمنت في تريتمنت زي ما قلنا مرة كل 6 شهور دهنة من السوليوشن بتاع سوديوم فلورايد تفانا طب ليه بقولك مرة كل 6 شهور وعملت تكي عليها طنمه حاليا عشان الموضوع ده هو التوكسيسيدي ده بتاعت اي دوة يا ايه يا اكيوت يا كرونيك يعني حصل ايه فقالك في الاكيوت تكسيستي بص التوكسيك دوز قد ايه اتنين ونص الخامسة جرام انت متخيل قديك جرعة صغيرة اللي هي كان بتبقى فعليا في ازازة من ازاز السوديوم فلورايد اللي كان بيستخدم كبين فعشان كده بطلناها كان بيحصل من التسمامات بسهولة ان عيان بينسى او رح دهن سنانه كذا مرة فيدخل منك في ايه فاكيوت تكسيستي طب هي خطيرة اوي كده هقولك ايه طبعا الفلورايد قلت لك ان هو بيحب مين اللي رح دخل مكانه في العظم وفي السنان الكالسيوم طيب تخيل كده لو عيان رح واخد ازازة السوديوم فلورايد اللي هي كن بيستخدمها في السنانه دي يدهم بها سنانه وراح بلاحها ايه اللي هيحصل؟ قالك اول حاجة هو يعني بيحرق المعدة فيحصل له سيفير جا ايتيه ابسد طب ماشي ايه اللي بعده؟ قالك هيروح داخل يحصل له ابزورش ان يدخل على الدم فيجري يدور على اي حتة فيها كالسيوم بس لانه داخل بكميات كبيرة مش هيروح على العظم والسنان او هيروح رايح على مين؟ على الحتة اللي فيها اكتف ايونايز كالسيوم طب هم مين اكتر اماكن فيها اكتف ايونايز كالسيوم؟ الهارت والمسلز فلما يروح رايح لك على الهارت هيلغبط الهارت فيحصل عيان الريزمية ويرايح لك وممكن يروح لك على المسلز فيوقف لك العضلات فيحصل له انا اخطر حاجة عندي هيحصل مصر ويكنس بس اخطر مصر ويكنس هنخاف منه مين الريزباراتوري فيلير لان المسل بتاعت الريزباريشن لو وقفت العيان هيتخنق ده لازم اعمل له فينتيليشن طيب نتيجة كده لما الهارت اتلغبط والريزباريشن اتلغبط الضغط اللي هيحصل له هيوطى فنتيجة كل الكلام ده مع الريزباراتوري فيلير مع الريزباراتوري فيلير اللي حصل من الريزمية يبدأ اكيدني تتأثر فيحصل عيان فيهمة المانيفيستيشنز دي السيكونس بتاعها او بتحصل ليه يبقى بدايته انه هو او دخل عمل كومبيتشن مع الكالسيوم على الهارت وعلى المسلز فالله اذكر منه انه هيعمل الريزمية على المسلز هيعمل لك الريزباراتوري فيلير اللي اتنين يقدوا الى هايبوتينشن كل ده يقدى الى رين الفيلير اللي هو الاسيدوزز وبدايته بسبب اساسا انجشن هيحصل سيفير جاعة يابسل لو جيت اقول لك علاجه وتفتكر علاج الاخيوتوكسيستي ده من علاج اي اكيوتوكسيستي نفس الكلام لها ستيبس قالك ان انا اول حاجة اقلل الابزوربشن اتنين زود الاكسكريشن يعني قلل انه يدخل تاني للدم اتنين زود انه يخرج في اليورين او الاكسكريشن عمتا يورين بقى اسطول اي ان كان قالك تلاتة علاج السيمتوم اربعة حجز بالسفك يعني هتروح رايح ما هجم لو عندك انتدوتلي ده مثلا في الادوية في حالتنا هنا ازاي قال للابزوربشن قالك اعمل جاستر كلافاج وز ملك يعني اعمل له غسيل معده باللبن وهفاهمك ليه اولا غسيل معده بس للمعرفة خيالة كده ان احنا بعمل له جراحة او ادخل يعني اطلع ما يدوتو اخسيله والكلام ده لا خالص ده انا بركب له حاجة اسمها بادخل كده من مناخل العيان بخرطوم وقعد ازوقه سنة سنة ويقول له عين يبلع فبيروح داخل على الاسوفيجس واعد ازوقه لغاية لما يوصل جوه الاسطمك بروح جاي من خرطوم ده مبرأ اروحاء انسالين وبعد شوية اروح شافت السلاين ده تاني فبالتالي الكنتنس تتشغل فعشان كده بنسميه جاستريك لفاش خلي بالك ده بيشلك الكنتنس الموجودة في المعدة بس طب لو جريت مني على الانتست مش عارف اجيبها طيب ليه بقولك هعمل الجاستريك لفاش ده مش بالصراين هعمله بملك عشان ايه الفلورايد بيحب مين كالسيوم والملك مليان كالسيوم فالفلورايد دي روح مسك في الكالسيوم اللي في الملك فما يدخلش على الدم يبقى انت كده قللت اتنين ازاي زاود قالك يبقى لو انا عايز زاود كنا قلنا الكلام ده هنقوله بامر اللف في النظري لو انا حاجة اصيدك وعايز زاود بتاعه اعمل عشان اخليها تبقى ايونايزد فما يحصلها شريع قالك اخر حاجة يعني ايه العين عنده هتديله حاجة تعمل هايبرتينشن ترفع الضغط عنده اريزمي هتديله انتي اريزمي عنده هعمل طب ايه الحاجة اللي في السيفير كونديشن ممكن ممكن الجأ لها قالك الكالسيام جولوكونيت لو عايان بدأ يدخل مني في سيفير اريزمي ومش ملاحقه ممكن انا روح مدخل كالسيام جولوكونيت عشان يتخانق مع الفلورايت جوه بعمل بينهم كومبيتشن ويروح واخده ويترصب بيه ويروح نازل في الكيدني طب انا يبقى طب الكورونيك تكسيستي دول بقى مثلا نشوفهم في الناس البتوع الوحاية ليه كان اللي بيحط القراس على الماء بتاعت الشرب ايده كريمة شوية كان بيحط بزيادة بس مش لدرجة اكيوت تكسيستي فعملين ياخدوا جرعات بزيادة منه بس ما ودخلش في اكيوت تكسيستي طب ايه المشكلة ده يبقى لك مشاكله في السنان والعظم ليه؟ هو داخل بكميات قزيب من لانا عايزها بس مش لدرجة اكيوت تكسيستي فيروح يترصب في السنان والعظم ففي السنان يبدأ يطلع لك ايه؟ زوايد من السنان فتلاقي تلاقي سنان العيان بدأ يطلع لها السنون كده او حتة صغيرة كأنها بروزات في السنان او يبدأ لونه يبن لك في السنان فبنسمي الشكل ده فلورين كتير في السنان من طب لو في العظم قال لك يعني ايه؟ نفس الفكرة انه يبدأ يظهر لك تلاقي العظم بيدخن يبدأ يظهر لك بروزات اكزوستوزز اكزوستوزز اكزو يعني للخارج استوزز عظمي يبقى بروزات في العظم خلي بالك بتبلي بالذات او تظهر اكتر في الفرتبري طب ايه المشكلة؟ خلي بالك الفرتبري فبالتالي لو في حتة فيهم واحدة رح تطلع فيها بروز ايه اللي يحصل اللي فوقها؟ هتروح مالة للجنب او تروح مالة للقدام على حسب البروز ظهر منين ما يبقاش معدول يبدأ يميل للجنب يميل او الشمال ده بنسميه يا يميل لقدام او لورا وعادة بيبقى القدام ده فانا يبقى يميل للجنب يميل او الشمال ده بنسميه إنما القدام بنسميه فانا فما تنساش المعلومة دي يبقى الكرونيك توكسيستي يا دينتال فلوروزز وايت فليكس توكس تنسيب راون ستينيج يا كريبلينج فلوروزز بفسورة سيكننج للكورتكس تعلونج بونز او ايجزوستوزز في الفرتبري فيظهر لي في صورة كيفوزز إنه يحصل له اتب لقدام او سكوليوزز اتب للجنب يمين او الشمال ممكن طبعا يحصل معها كالسيفيكيشنز في الليجامنز تعال كده نشوف الصور دي بص هنا ايه رايك في الاسنام بتاعت التفلة دي دي مش بتشرب سجاير ده ايه اللي حصل اكزيستوز زيه شايفين بروزات كده لونها غامق في العظم وبدأ سنانها لونها يبقى بني اتفقنا هنا ده ايه اللي حصل بروزات حصلت عند الني فبدأت الني تتعوج بالشكل اللي انت شايفو ده بصوا هنا دي ده هنا ده ده الشكل احنا بنسميه كايفوزز اهو العيان يقتب لقدام طبعا مش كل عيان ما قتب ده تفكر ان هو كرونيك فلروزز لا طبعا الكايفوزز ده ليه اسباب كتير هنا بصوا ده ده سيتي للبيلفس ايه رأيكم في ظهر العيان بصوا طالع له ايه من البلفس حتى كالكيعة كده طالعة من العظم كأنها ورم ده ايجزستوزز بسبب الكرونيك فلروزز فتخيل ده بقى عمال يضغط على اعصاب عاملة ازاي والكلام ده كله ده بالنسبة الموضوع مهم جدا خلصناه الحمد لله اسمه دينتال كيرس تعال بقى شوية موضوع كده نقول فيهم كلمتين دول مواد بتكحت بتساعد في تكحية الاسنان كأنك بظلط اناسة في التعبير او التشبيه سلك الموعيد بنخسل به الحلة لما بيبقى فيها حاجات مش راضية تطلع بسهولة بجيب حاجة اخيشنا عشان تساعد في التكحية نفس الكلام في اسنانك حاجة تساعد بس طبعا مش بنعمل بسلك الموعيد على ذكر الموضوع ده يعني طبعا للأسف خلي بالكم من فضلكم من فيديوهات اليوتيوب او التك توك والكلام ده ساعات الواحد بيشوف بداوي يعني منها يعني من دبن فيديوهاتك وتفماره شفتها واحدة بتنصح الناس نتخسل سنانها بسلك موعين ناعم دي طوعا كارسة وانتو كدكات الاسنان فاهمين دي بتاكل نعمل اه نظريا قد ده في ساعة لما تخسل هتلاقي السنان نورد بس انت فعلا انت بتاكل سنانك مهم يبقى احنا بنستخد بقى حاجات على خفيف تساعد في التكحيد تبقى فبتساعد في ايه في التكحيتي بتاع وبتساعد بتالي في يعني ايه اللي انا هقول لك ان اهم باستخدامه كالسيوم كربونات فبالتالي لو انت كان عندك مينيوت كده لا يعني تفريغات صغيرة كده في السنان ممكن الكلسيوم ده يروح داخل مليهالك ويروح سنانك بنية عليه عشان كده بنقول بيساعد في الكالسيوم والبالشيوم والفيلنج ايه الحاجات اللي بيستخدامها كده عندنا البومايز ده كان حاجة زمان كده بنستخدمها اللي هو لو فيكم حد عارفوا الحجر اللي كانو زمان بيخسروا به الكعب بتاع الرجل مشهور قوي زمان ده طبعا بطلنا كان زمان بيتحن يعني زمان قوي مسلا من سبعين ثمانين سنة كان ده بيتحن وبيستخدم في معجن اسنان اللي بتتحضر طبعا اللي حنبنستخدمه هو الكالسيوم كربونات تمام طيب هو يعني معجن اسنان بس بالفرنساوي فاحنا يعني يعني حابين نحطها لكم طيب اللي بقى انا وجدت اقول لك ايه التعريف معين الاسنان يعني الى الان متواجدة والاكتر شهرة هو يبقى دول سيرابيوتيك ميكانيك بنحط فيهم ايه قال لك والله حاجات كتير زي زي اللي احنا سعيلي لها ممكن احط الاهم هو وممكن احط لو تفتكروا في علاجة دينتر كرتك كنت قلتلك انا عايز احط ايه حاجات تساعد في التنظيف في بقية احط عشان يساعد مع احط حاجات تقالي البكتيريا والتقالي البكتيريا واخر حاجة واتقالي البكتيريا اخر حاجة بحط عشان يساعد قلنا في ايه انه يقول ايه واثنين يقال انهيبت البكتيري الانزيمز هنا انا اجيب لك بس مثال كده انه مثلا مع جول اسنان كريست بص هنا بتلاقي الانجريديان مكتوبة ازاي هتلاقي اكتف انجريديان سوديوم فولورايت طب الليين اكتف بص بق تعال هنا نركض اي حاجة من الحاجات دي دي بيبقى ايه يعني مثلا سوربيتول ده سويتنر الكلام ده كله ده ايه ده سيكننج يعني حاجات بتدي قوان بس او طعم السليلوز هقولك سليلوز جامدة هنتكلم عليه دلوقتي ده واحد من هنفهم يعني ايه دي مالسن اتفقنا ده هيدينا لون ده سوديوم ساكرين ده برضو هنا ده مسلا تاعت نوع تاني هتلاقينا برضو نفس الكلام المين هنا لو جيت قلتلك ركز لي كده هنتعال نطلع من هنا المين اكتف انجريديان سليلوز جامب ليه زي ما هنشوف دلوقتي ده دي مالسن السوديوم فولورايت ده المين اكتف انجريديان هتلاقي فيه هنا مثلا عندنا اللي بتاع بس جاد هنا سويني اه الجليسرين نفس الكلام عمل زي الجام ده دي مالسن اه هنا كان فيه عند لك الليمونين الليمونين هنا بيستخدمه كطعم وبنستخدمه كمان كأنتي سيبتيك فاللأنا هنا عايزه بطمم زي ما قلتلك انهما التعريف سيرابيوتك ميكانيكال ايدز افاليبر ايزر توسبيس او باودر الكنتنس ابريسيف انتي سيبتيكس فولورايد و حاجات بتقلل القلم بتلطف القلم بالعرب يعني ملطفات تفتكروا الحاجات دي الى الان بتستخدمها انت كدكتور اثنان طبعا لا انتهت ليه عشان بقى عندك طبعا دلوقتي حاجة قوية جدا وجميلة جدا اسمها طبعا زمان زمان خالص بقى مثلا من 150 سنة لما كان يجي عيان يخلع سنانه كنا نبدأ نستخدم له حاجات كده بسيطة تقلل له القلم تساعد ان انا اعرف اشل له السنة بدون قلم شديدة اتفقنا طبعا حالين بقى عندي لوكار انسيتيكس حوقنا اقدر يعني اقصر في عضن عنه ومش حاسس يبقى ايه هما الحاجات اللي بنستخدمها قالك فيها عندنا حاجات يا اما تغطي احنا في عالين بنحس بالقلم ازاي ان النيرف اندنج اتعرض لحاجة تكون اريتن فيبدأ يبعد اشارات البراين فتحس بالقلم فيبقى الحل لو انا عايز اقلل غطي اعمل زي تدي حاجة تعمل بروتين زي او حاجة تشل زي الفينول او الكفور عشان كده مثلا او اللي هو زيت القرنفل مشهور جدا الى الان في الارياف والكلام ده بيستخدموه يقولك زيت القرنفل او عوض القرنفل يتحط على الاسنان ويدغط عليه لانه بيعمل في طريقة كده كمان يعني دي بصراحة مش و اهل الان بنستخدمها دي بتقتل القلم وبتمنعه تماما مش عليك التفصيل دي بس للمعرفة عيان جايلك دي بتستخدموها انتو في جراحات الفك عيان جايلك مثلا بكنسر في الماندبرو ممكن وهو يعني خلق مش هدر مش هدر تعمل له حاجة مفيش عمليين فهدتعمل له لانه مثلا بقى ميتاستاتيك او نشر وده وكيموسير ايه الفكرة الكحول هيروح مدول في ده بيقلل جدا فالبتالي البين اللي هيوصل من الاريات اللي فيها الكنسر للبين هيتمنع دي الى الان الطريقة دي بنستخدمها ان انا اروح بووز له الاعصاب تماما فبالتالي مفيش قلم يحسه في المكان ده ده بالنسبة اللي انا عايزك تعرفه زي مقول بتاعها ان احنا بطلناها ومثال مثلا من دبن زي الحاجات المستخدمة زيلفينول الكفور سيلفر نيتريت او ننح انكحول جوه النار الموضوع اللي بعد كده برضو صغير اسمه جبنا سيروت لو حد فاكر في لسه ايه ايه هم قالت دي مواد بتعمل لطبقة عزلة على الميوكوزة زي يعني ايه الكلام ده عايان عمد ارحب في الميوكوزة في فطبعا كل اللي ميجي يشرب او ياكل او حتى الصلايفة بتاعه تيجي عملا بتحرق لان النيرف اندك بقى مكشوف قالك فممكن انت تروح حطط له طبقة عزلة كأنك بزلط حطط عليها بطانية فالبطانية لازم تبقى تقيلة وتكون ما بتتفاعلش عشان هايزة ما تعملش فبينسمي المادة اللي بالشكل ده يبقى الديمالسنس ايه هما بيشتغل ازاي زي ما قلنا ان هي بتسوز بتإنهبت الانفلاميشن والدينود ميكوزا باي الامثال اللي عندي انا عايز بس الاسامي الجم والجليسرين الجم في عندنا نوعين على حسب الشجرة الجم اكاسيا زي مرتلك عشان كلا بتلاقيهم دايما من ديمن الكونتنس اللي شفناهم في الجم او الجليسرين الجليسرين طبعا بيستخدم على والاهم كمان على انتفقنا ده بالنسبة لموضوع الديمنس الاسترينجنس انا لسه يقول لك في الديمنس كان بيحمي او بيقلل الاريتيشن من الميكوزا زي ان هو بذات نفسه عمل طبقة عزلة على الميكوزا او على الالصر دي الاسترينجنس هتعمل نفس الحاجة بس مش هي بنفس مش هي بنفسها اللي هتعزل يعني مش هي اللي هتبقى فيس اينارت وفيسد وتقيدة لأ ده هي هتجي بروتينز من الميديم اللي حواليها وترصبه على الميكوزا يبقى الاسترينجنس بنسميها مواد قابضة بتقبط بتمسك البروتينز بتروح افشاها من الميديم تقول لها تعالي عودي هنا اترصبي هنا زي زي ازاي ازاي بتقلل او الاسترينجن من السببريفش سيلز باي بروتينز انها تروح جايبا لك البروتينز من الميديم من الخلايا الماية اللي حواليها من السلايفا زي وتروح ملصبوهم على الالسر اللي عندي فالبروتينز دي بعد كده هتتصلب فتعملي طبقة عزلة تمام فبعض الاحيان بنستخدمهم برضو في مثلا حاجات التوز بيست او الماوس ووش اللي بتبقى للسينستيف زي السينسوداين مثلا بتلاقي فيه بعضهم بيبقى فيه استرينجن طيب ايه فايدة الانسر باللورة دي زي فكرة هتمنع ان حاجة تدخل زي الاريتنز او في نفس الوقت بتمنع ان حاجة تخرج من الالسر انها بتساعد في الكلوتنج بتهيل بالهيموستيز ازاي نفس الفكرة ان هي بتروح عاملة ان هي لو فيه دم جاي يخرج هي بتروح عاملة بتاعته فده بيساعد في الكلوتنج يبقى مفيش حاجة تدخل للميكوزة لبكتيريا ولا توكسنز ولا حاجة تخرج من الميكوزة اللي هو البلد انها بتساعد في الهيموستيز طب ايه امسالة عندنا فيها عندنا زي اشهرهم واهمهم التانيك أسد فيه زي زينك او او الكبر سالفين التكم انهم واحد او اتنين تطبيق بس عملي هنا التانيك أسد ده موجود في ايه يا شباب في الشاي عشان كده مشهور جدا لما واحد يكون عنده قرحف بقه ومفيش مثلا متاح معادة اتمضبط بشاي مغلي للشاي المغلي مليان تانيك أسد فيهم تقد ازاي ان التاب الشاي ببقى مبني على قواعد فعلية يعني ده ببقى جاي من الخبرة بس ده التفسير العلمي بتاع ان الشاي المغلي مليان تانيك أسد وده فبيقل شوية القلم نفس الموضوع اللي باركالة معانا من اسمهم عوامل بويضة يبقى قال لك زي مين البليتشينج اجنت اللي عندنا قال لك فيه عندنا زي الهايدروجين بروكسايد الله احنا جبنا سيرته قبل كده فاكر الهايدروجين بروكسايد مهم جدا هدي تاني مرة جبنا سيرته هو تاني مرة فيه قال لك فيه عندنا زي الهايبوسالفيد او السوديم سايد فيه تمام هنا بس فيه معلومتين كده على جنب اقول هم لك ليه السوديم سايد صرفيد ده عشان كده في بعض حانتلاقيه لو جيت تبص على مكونات بتاعة توس بيست اللي هو بتلاقيه هتلاقيه عادة كلمة السر في حاجتين انه مزود لك الكمية والكونسنتريشن والصايز بتاع الحاجة اللي بتكحت رقم اتنين انه حاطط لك سوديم سايد صرفيد تمام عشان تبقى فاهم فبعض الاحيان تلاقي فيديوهات يقول لك اخسل سنانك او اعمل اخسل سنانك بفرشة بملح اللمون اشمعنا عشان ده بيساعد في طبيعي الأسنان بس النصيحة ما تستخدمهش فترات طويلة او اكتر من مرة في الاسبوع لانه بيبدأ يعمل تآكل في الانعمل ده بالنسبة موضوع الصغير اللي بعد كده عندنا الماوس ووشز الماوس ووشز من اسمها سليوشان يوز تورهينساز ماوس هنفتكر هنستخدمهم كايه او ايه كسيرابيوتك ماوس ووش ان انا رح حاطط في الماوس ووش ده فبالتالي يساعد في علاج جنجيفيتس في الدينتال كيرز في البليكس في السلوسطوماتيتس او كاستخدمهم ككوزميتك ماوس ووش ان انا يكون حاطط في حاجات بتعمل او لها فانساعد نهاية قل البابرس طيب في معلومة كده على جنب مين احسن واشهر وارخص ماوس ووش تقدر تعمله في البيت الصلاة ماوس ووش اللي هو اللي انتو بتسموها ايه الميا والملح يتمضمط بميا وملح طيب هقول لك بس هناك الميتين او هندرجش كلا مع بعض من فضلك لما تيجي تنصح حيان يتمضمط بميا وملح في كام نقطة كده لازم بتأكد عليهم اولا يحط ملح قد ايه قال لك على الاقل ما نص معلقة او معلقة معلقة شاي اللي هي معلقة صغرية نص معلقة او معلقة على الاقل معلقة شاي على الكوباية اللي هي ماتين وخمسين وثلتمائة ملي ده التركيز الاقل اللي ينفع يستخدم اقل من كده لأ ما بقاش اشمعنا ليه بقول لك كده اصل فكرة اساسا الصلاة ماوس ووش او الميا بالملح في ايه فاكرين من ان ده اساسا بيشتغل بطريقة الكنسنتريتد سولت سوليوشن يبقى لازم او حط تركيز كافي من الملح طيب ادي اول حاجة يبقى ازاي بيحضروا اتنين لما تقول العينة يتمضمض بيه يتمضمض قال لك من دمن الشروط انه لازم تخليه يتمضمض فترة على اقل دقيقتين يعني ايه الكوباية هين متين وخمسين او تلتمائة ملي تقول له تاخد شوية ميا ببقك منهم تقعد يتمضمض بيهم على اقل من 10 ال 15 ثانية في كل مرة ايش معنى ما هو الميكانيزم بتاعه ان البكتيريا تفضل متعرضة للغاي كونسنتريشن انما لو راح اخد الميا ببقه سانيتين ثلاثة راح تافف هي رحية بكتيريا تشوف الملح مش هتلحق نفس الكلام يبقى لازم يقعد 15 ثانية في كل مرة والغاية لما يخلص فعشان كده بقولك انه يقعد يتمضمض على قلة ايه قلة ايه طيب ده بالنسبة لحية الملح وفهمناها ويقعد ديوريشن ازاي ايه كمان يستخدم ميا دافية ولا ساعة ولا سخنة هقولك والله السخنة ما تنفعش لانها يبقى عندي يا دافية يا ساعة هل هيستخدم الاتنين هقولك اه بس امتى تعال نفهم عيان انت لسه عامل له النهاردة خليع له درسه او سنته هقول لسه عامل له جرح كان عنده خرجه وفتحت اقوله ونظف لو قلتله النهاردة يتمضمض بمية وملح تأكد عندي المية تكون ايه في اول يوم وهقول نص اول نص يوم بعد العملية يعني مثلا عمت رأي عملية النهاردة الساعة ستة لغاية تاني يوم الساعة ستة المغرب يقعد يتمضمض بايه بمية ساعة وملح اشمعنا هقولك ان المية ساعة هتعمل فتساعد في تقليل الاديمة فيحفظ لك على الغرز والجرح انه ما يحصلش في تورم بالعكس خلي بالك بقى ده لو نسيت وقلتله تمضمض بمية دافية وملح إلا هيحصل فيحصل اديمة في الجرح فممكن الغرز تروح يتمضمض بمية ساعة وملح ومية ساعة ساعة طيب بعد كده بقى لا مية دافية الله طبعا هستفيد ايه هقولك ان المية الدافية هتعمل فبالتالي هتخلي الدم يروح للمكان فلو فيه اي انفكشن في المكان اللي جاي مع الدم تقدر تقدي عليه فيه من الحتة دي المعلومة دي مش بتسيل فيها بس دي ايه الحاجات المكمل هي المليئات اللي موجودة في اي موصوش لازم تلاقيها في اي موصوش موجود في سوق زي او ايا كان حانوان الاساس بتاعي بيبقى حاجة ممكن معها حاجة تدي طعم او ريح تعال كده نشوف الاربع ايكسيبيانز بقى كنتم محفظ لكم ازاي صابون وقحل وطعم ولون صابون وقحل وطعم ولون يعني ايه قال لك ايه فايدة الالكول خلي بالك سعاب ايه فايدة كل واحد فيهم الالكول بيبقى بيدوب بقية الانجريديانز وفي نفس الوقت هو بريزيرفاتف بيحفظه وفي نفس الوقت هو أنتسبتك يبقى تلاتة في واحد أنتسبتك وبريزيرفاتف بيحفظ ان المحلول ما يتعفنش وبيدوب لي بقية الكمبوننز طب قال لك يعني حاجة زي نفس الكلام بيساعد في بيساعد في تدويب و انه لما بتتمضمض بيعمل رغاوي فده بيساعد في الميكانيكا بالمضمضة للمسلا البواقي الاكل طيب الطعم واللون بقى تفتكروا ايه لازمتهم عشان 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 الكحول والكلام ده ميبقاش طعم ومقرف العيان طب عشان يدي من الاخر كده العيان دافع ومكلف يساعدين دي له حاجة يبقى شكل لونها او راحتها وطعمها مقبول دافعنا يبقى ايه لاربع سابون وكحول وطعم ولون سابون وكحول طعم ولون ده بالنسبة للموصول اخر موضوع معنا الانتي بليك والانتي جنجفايتس اولا يعني ايه بليك الجير اللي هو ايه فعليا بكتيريا تمام تمام يبقى تعريف الدينتل بليك مهم جدا عيان ما بيخسلش اسنانه بانتظام فتلاقي يبدأ يتكون له رواسب على اسنانه ايه المشكلة؟ هقولك ان البليك بيسموه دايما يعني ايه ده قص الفساد ده البداية اللي هتعمل لك كل مصايب الاسنان ايش معنى ما انت حطيت زي ما قلت لك النار جنب البنزين بكتيريا جنبها اكل فهتبدأ تعمل وتبدأ تطلع لك فيعمل لك في الميكوزا وبريودونتل بقى والكلام بتاعكم والكلام ده كله بجانب اسنان فتخلي بالك دي الخطيرة جدا عشان كده انتوا دايما بتنزحوا العيانين ان كل صوت الشهور يجيلك تعمله تنظيف للجير طيب ازاي نتحكم في البليك ازاي نشيلها قال لك والله من عندنا كزا حاجة الاهم طبعا يعني ايه ان كل العيان كل فترة كل يوم لازم يخسل سنانه كويس ويعمل عشان يشيل باقي الاكل قال لك اتنين حاجة تقلل البكتيريا وتقضي على تمنع ان هي تمسك في التيس ويقضي عليها نقلل عددها طب ايه هي قال لك فيه عندنا الانتيبيوتكس في الانتيبيوتكس في الانتيبيوتكس في الهالوجينز في الفيورايد واهم واحدة هنقوله رقم سبعة الكلورهيكسيدين واحدة واحدة الانتيبيوتكس تفتكر بنستخدمه طبعا كايه كماوس ووش او في بعض انواع او ايه رأيكم بنستخدم سيستيميك ولا توبيكال السيستيميك طبعا بطلناها زي بانسان لان ما ينفعش بالعقل كده مش هاجي على عشان بكتيريا في الورال كافريتي ادي سيستيميك انتيبيوتكس فبنستخدم مين توبيكال لان ابزرب بالانتيبيوتكس قال لك زي مين زي البسيتراسين بيبنى موجود في بعض السيرابيوتك ماوس ووش الكانامايسين التتراسايكل كل دي امثلة للتوبيكال في حتة كده برضو مش اتشارت بس للمعرفة بقوا بيوفروا لكم دلوقتي في ان انت بقيت الحاجة لا تحشي بيها الاسنان في حالات لو الحشو البسيط الاسنان مش بس بيتحشيها بمادة تكون اسيبتك لا احيان روح تطلق جواها ام لاها انت بيوتك جوا بوليمر ماتريكس ايه الهدف الفكرة كلها ان انت بتروحها تعمل لها استفدت ايه برضو لو انت جيت نضفت مكان المايل دينتركيرز ده وجاي بقى تحشي ممكن يكون الباقي عندك جوا شوية بكتيريا فلو انت رح تقافل عليها انت عملت ايه انت سيبتها جوا وهي هتقعد تكمل وتتقاصر وتكاكل في السنين فممكن احصر فالحل انت بالزبط كده كي انك شوية الباكتيريا اللي انت ممكن تكون مش ايفها جوا رميت عليهم كنبيلة وروح تقافل عليهم فايه كنبيلة بتاعتك الانتيبيوتك اللي جوا ففايدته ان انت بتنشور هاي الانتيبيوتك عند مش عليك التفصيل دي بس للمعرفة يبقى هنا عندي بالنسبالي حاجات هتوقف المايكروفلورا عندنا الانتيبيوتك زي او باسيتراسين او لكت ثلاث مرة يبقى جبنا سيرته كم مرة حتى الان في الانتيبيوتك كبليتشينج ايجينت ودي كانتيبيوتك وانتيجينجيفايتس طبعا من احسن الماوس ووش اللي ممكن استخدمها عاش كانتيبيوتك الهايدروجينبروكسايد عاش عن طريق انه بيقل البليك فورميشن وجينجيفايتس والكلام ده كله الهالوجينز قالك زي عندي عيلة الاوكزيكلوروزين او البوفيدون ايودين اللي استجبنا سيرته برضو في عيلة في مجموعة الانتيبيوتك البوفيدون ايودين او البيتا داين ما وصووش في كريته زي ما قلنا انه اكتيب اجينيست الكل بكتيريا فيروس فانجاي ماكو بكتيريا بروتوزوة بنستخدمه كما وصووش طيب ايه الكلمة اللي انا عايزها فيه هنا المهم ايه 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 عيوب البيتا داين اهم عيوب وارخامهم والستينيج الطعم واللون طعم وحش جدا واللونه سخيف جدا بيعمل الستينيج لتيس والطانج والستينيج الاخطر دا فيه ايودين والايودين مهم في مين عندك في الجسم في السيرويد فونكشن فلو العنس تخدم البتا دامس وشفترات طويلة ممكن يحصل بيدخل من غير قصده مع السلايفة او مع البلع فالكونتنت بتاع الايودين دا هيبدأ يدخل للدم فممكن يه انترفير مع السيرويد فونكشن يبدأ يعمل له سيرويد فانا فدي تخليها في بالك يبقى بيدخل ايودين دا من عيلة الهالوشنز الستينيج لتيس وانترفيرنس مع السيرويد وممكن يحصل كمان او الفلورايد كنا جبنا سيريتهم في مين في فبالتالي هو كان بيينهبط البكتيري يبقى برضو بيعتبروا من ديم والانتجينجي فيتس بيتحط الستينيج فيلورايد في الماوس أو توس بيست كواتيرني رامون كومباون زي المسال بتاعهم بنزي سونيا مكولرايد نفس الكلام دا انتي سيريتك بنستخدمه في كتير من توس بيست أو الماوس ووشز كانتي بلايك انه بيينهبط البكتيريا بالذات الجرام بوسطف اكتر من الجرام نكتف بكتيريا بس حاجة كويسة الفينول دا اللي هو اسمه في السوق الفينيك لو حد فيكم يسمع عنه الفينيك دا كان زمان بنستخدمه في بيت جدا وثيتا بقى كان بيستخدمه بالأرضيات وكان ليه ريحة مميزة جدا وقوية قوي زمان كان عاملين منه محالية مخففة شوية بتستخدم كما سوش طبعا بطلناها ليه تفتكر بقول لك بيستخسروا بالماء يعني الارض فولية ريحة قوية ريحة توحشة جدا بيعمل تلاحظوا البوفيدون ايودي الوادي الفينول اللي تندل ليهم نفس تمام بجانب طبعا اللي موجود منه اللي فعلا ما بنستخدمها السايمول يبقى الفينول بطلنا ليه كان موجود زمان عشان بجانب اللي موجود الى الان بنستخدمه موجود في بعض السايمول كمان ده بيساعد في البلايك وشينجوفايتس ويفكتف كمان لو عملنا له مع اللي احنا هنقوله دلوقتي فعشان كده دلوقتي لو زي ما قطتلك قبل كده المواضيع اللي احنا عملينا نتكلم فيها دي عمرك ما هتلاقي حاجة فيها فينول بس ولا سايمول بس ولا بوفيدون ايودين بس ولا بس بيبقى ايه عشان يعملوا يقووا بعض ويشتغلوا مع بعض فانا طيب السايمول ده بس معلومة بغضو كده على جنب السايمول ده جايبنا من كلمة صايم اللي هو الزعتر عشان كده كان مشهور زمان كان يقول لك لما واحد يكون عنده ريحة وحشة بقوا انه يتمضمط بمنقوع او بمغل الزعتر انا بفاهمك برضو شوف الكلام قد ايه التب الشعبي او المعلومات بيتموجودة عند الجدود بيبقى لها اساس علمي اهو اصل السايمول اللي هو مادة مشتقة من الزعتر مالها بتقلل بايكروفلورا بتقضي على البكتيريا اللي في الموصف وبالتالي اللي هي بتسبب ريحة الوحشة معايا طيب اخر نقطة معنا اكلورهيكسيدين ده اوعى تنسى اتيز زا انتي بليك ده احسن واحد وهو اشهر واحد اللي موجود حاليا في معظم الموصوش اللي موجودة في السوق اكلورهيكسيدين اللي اشهرهم مليسترين ضد معظم البكتيريا بيينهيبت طيب فيه كم نقطة كده عليه اول حاجة انه مش للتوز براشنج يعني ما ينفعش تتمنط به رسول فم او موصوش في كلورهيكسيدين تقولي ده يغنيني او يكفيني عن التوز براشنج لانه هو مش بيقدر مش جود بنتريتور زي التوز براشنج مش هيقدر يروح شايل لك تكترات الاكل فدي اول معلومة عنه ان كلورهيكسيدين او عمات الموصوش is not an effective للتوز براشنج ادي واحد في معلومة كده كمان قالك ممكن نستخدمه بس كبديل لو في مشكلة منعة يعني ايه يعني انا عيان عنده بيم في البريدونتر كونتش عنده ابسس كبير هيموراجيك دي سوردر زي العنين مثلا بتوع بتوع البليدينج تيننسي الهيموفيلي او كلام ده او عيان مش مشلول او الكلام ده انه هو يخسر اسنانه نفسه بصعبة فممكن ساعتها استخدم كلوريكسيدين كبديل اهو حاجة احسن من لشي في معلومة برضو كده على جنب كلوريكسيدين ده بيشتغل عن طريق اللي هو نجد في الشارج بيعمل ريبالشت بيزق البكتيريا من على الاسنان فنصيحة مهمة جدا لازم تأكد عليها العيان عيانين بقى اللي بيخسلوا اسنانهم وبيستخدموا غسلات الفم تأكد عليه ممنوع يخسل سنانه ويروح مستخدم غسل الفم في نفس الوقت او بعدها في خلانه اشمعنا لانه بيعمل بالتنين بيعادلوا بعض اصلا غسلات الفم فيها اسمه اللي هو فبالتالي لو رح غسل السنانه بعدها او اتمضمط بغسل الفم اللي فيه اللي هو نجد في الشارج هيعمل ايه هيروح واخد الكالسيوم ويحصل يبقى كلورهيكسيدين فدي معلومة كده على جنب يخليها في بالك كلهم دايما بيقول للمساعد الفكت قالك نفس الفكرة بيغير الطعم الاخطر الاخطر والحاجة الاسبيسيفيك قوي مشهور جدا تلاقي مسلا في الناس الاوروبيين بعد فترة تلاقي خدودهم كده من ورا عند البروتجلاند بدأت تورم مشهورة قوي عند الروس مسلا اشمعنا بسبب بكلورهيكسيدين هقول لك مش قوي بس مشهورة قوي عند روز بسبب نفس الفكرة الكلورهيكسيدين بيعمل نان اسبيسيفيك انفلاميشن نان اسبيسيفيك كرونيك انفلاميشن بروتجلاند بروتايتس بتلاقي البروتجلاند بتورم فالموضوع ده بيحصل بالكحول فعشان كده عشان تبقى متخيل الشكل تشوف كده الناس الروسي الكبار في السن اصلهم ما بيشروبك حليات كتير اللي بيعمل نفس المشكلة فعشان تبقى متخيل بس شكل البروتجلاند سولينج عنده بيعمل ازاي فانا يبقى وممكن تقول لي كمان وبكده نكون خلصنا ما انه يا رب السكشن يكون كان ممتع لكم ومفيد في انتظار بأمر الله التعليقات بتاعتكم والكومنتات على هل السكشن مفيد ولا لا هل فيه اي كومنت على الطريقة هل فيه حاجة تحبين ندفها المرة الجاية بعتذلكم طبعا التأخير في الرفع بأمر الله هنرفع الجيين بأسرع من كده بأمر الله في خلال الاسبوع ده يكون مرفوع بقية النظر الحمد لله سجلتلكم وهيترفع برضو خلال الاسبوع ده شكرا جزيلا ما تنسوش مستني الكومنت كومنتات وصبسكريبشن واللايقات للفيديو شكرا جزيلا سلام عليكم